تنأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الجزائر الجديدة تدرك أن البعدة الافريقية يبقى خيارا استراتيجيا مهما منوها بالروابط الهويتية والدينية التي تربط الجزائر بعمقها القاري خاصة ما تعلق بالطرق الصوفية الرئيس تبون وفي رسالة وجهها إلى المشاركين في ملتقى الجزائر الدولي حول الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي قرأها نيابة عنه وزير الشؤون الدينية يوسف بالمهدي أشاد بجهود الشيخ المغيلي في نشر تعليم الإسلام السمحة في القارة الافريقية لقد تمكن الإمام المغيلي من الاستثمار في البعد الافريقي واستطاع أن يكون أرضية للوفاق والتعاون البناء وإن الجزائر الجديدة تدرك بأن البعد الافريقي يبقى خيارا استراتيجيا مهما يقول السيد الرئيس إن البعد الافريقي يبقى خيارا استراتيجيا مهما يمكن شعوبنا من استكمال طموحاتنا المنشودة بتعزيز العمل الدبلوماسي وتنشيط السياحة الدينية والاستفادة من عمق الطرق الصوفية وامتداداتها في إفريقيا وهو ما يؤدي إلى تحقيق الانسجام في المواقف السياسية وتفعيل التعاون الاقتصادي وترقية التبادل العلمي والثقافي وإرساء الاستقرار والأمن في السلم في العالم كله ترجمة نانسي قنقر